أهلاً أنا عبدالله العبدالي وهذا صيد الإشتان معقولة أن العظام الصلبة تصير هشة؟ طيب كيف؟ باختصار العظام مع مرور السنوات راح تصير ضعيفة وسهلة الكسر بسبب عوامل معينة وغالباً ما يكون فيه أي أعراض بالبداية فما يتم اكتشافه إلا متأخر إيش ممكن يسبب هشاشة العظام؟ كلنا نعرف أن الكاليسيوم مهم للعظام فطبيعي نقصه راح يكون سبب أساسي في هشاشة العظام أيضاً نقص فيتامين دال له دور مهم وأيضاً قلة النشاط البدني ونقص الوزن بشكل كبير تؤثر على العظام بعد وغيرهم كثير مثل التاريخ العائلي لهشاشة العظام التدخين والتقدم في العمر وبعض الأدوية هشاشة العظام تسمى أيضاً بالمرض الصامت لأنه يحدث في مراحل مبكرة وما تكون فيه أي أعراض لكن مع الوقت تبدأ تطلع بعضها مثل الألم في أسفل الظهر بسبب كسر أو تفكك الفقرات أو انحناء الظهر وقصر القامة وأيضاً سهولة التعرض للكسر والآن بعد ما عرفنا هشاشة العظام لازم نعرف كيف نقي نفسنا منه من أهم الأشياء أن نتأكد من حصولنا على الكمية الكافية من الكاليسيوم وفيتامين دال والتغذية الكاملة المتوازنة وممارسة الرياضة بانتظام وفي مكان مناسب والإقلاع عن التدخين وعند الإصابة لا قدر الله بهشاشة العظام راح يحدد الطبيب أفضل طريقة للعلاج في الختام وتصغر لعين العظام العظائم دمتم بصحة وعافية سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة